بسم الله الرحمن الرحيم أهزائي تلاميذ الصف الرابع لابدائي أهلا وسهلا بكم معكم السلام عليكم ان شاء الله النهاردة هنشرح لسون سري في كونسبت وان تو هو لسون صاير جدا يعني اللي هو بيتكلم على حيوان معين كده اسمه اللي هو الجيربوا وهنعرف ازاي ان الجيربوا دي بتحس بالخطر وتتجنبه عن طريق ان هي بتستخدم طبعا اللي هي منتصلة بالنيروس سيستم تمام في البداية طبعا احنا كالعادة بقول ان بيبقى في كي كابلري اللي هي مصطلحات او اللي هي في عضل الكلمات الجديدة علينا ممكن نبص عليها لو في حاجة وقفت معانا تاني حاجة بيبقى موجود في رابط تحميل اللي هو الملف بي دي اف وكمان اللي بيبان له الخط قصير انا طبعا بحاول اعمل زوم على قد مقدر لكن هو ممكن يعمل فول سكرين من على اليوتيوب نفسه فيقدر يشوف اللي هي الحاجة بشكل كويس طبعا احنا كنا اتفقنا مع بعضنا المرة اللي فاتت ان احنا بيبقى حوالينا طول الوقت استيميولاي استيميولاي اللي هي المؤسرات تمام وان المؤسرات دي يقيمة تكون انترنال يعني من داخل جسمنا زي الشعور مثلا جوع بعطش بألم بأي حاجة او اكس اترنال اللي هو مثلا احساس بصوت عالي بدوق عالي بخطر جاي نحيتي او هكذا المهم اللي بياخد او بيستقبل الاستيميولاي وخاصة اللي هي الاكسترنال بتبقى حاجة اسمها السنسوري ريسبتورز اللي هي مستقبلات الحس طيب مستقبلات الحس دي بتبقى موجودة فين بتبقى موجودة في السنس اورجن اللي هي اعضاء الاحساس زي الاي والاير والنوز والتونج واللاسكان تماما شباب فهنا بقى بيقول لي طبعا بعد ما بتبقى السنس اورجنز دي بيبقى متوصل بقى النيرفز اللي هي اعصاب والاعصاب كانت بتوصل الرسالة للسباينال كورد والسباينال كورد اصلا هو عبارة عن مجموعة من الاعصاب فبيروح يوصل للبراين اللي هو المخ وترجع بقتين البراين يبعد للسباينال كورد يبعد للنيرفز يبعد للسنس اورجن عشان يعمل ريسبوند ريسبوند اللي هي استجابة معينة فهنا بيكلمني على الافوائدينج دينجور انهومن ان انيمولز هنا بيقول لي اذا ديفرانت بارس اوف زي نيرفز سيستم اللي هي امتمثلة في السنسوري ريسبتور النيرفز سباينال كورد اند براين او ريسبونسبل فور سنسيشن اللي هو الاحساس و اللي هو توصيل الرسائل يعني اما توصيل الرسائل من الاتجاه ده او في الاتجاه العكسي يعني الاتجاه ده السنسوري ريسبتور للنيرفز للسباينال كورد للبراين او من البرين للسباينال كورد للنيرفز للسنسوري ريسبتور طب هي الحاجات ده كلها مسؤولة عن الاحساس اولا نجد نتذكر او نرجع نقول ان عنوان الدرس اصلا وهو الإحساس بالبيئة يعني إحساس بالمؤثرات اللي موجودة حوليها والخطر اللي ممكن يهدد حياتي سواء كنت إنسان أو كذلك ما بيحصل في بعض الحيوان أنا هتكلم المارضة عن حيوان معين ونطبق عليه المثال اللي هو تجنب الخطر وإزاي الأجزاء بتاعته بتاعته بتساعده في تجنب الخطر ده الحيوان عندي اسمه جومبنج يوربوا اللي هو حاجة اسمها اليربوع مش بحرف الجيم بحرف اليه اليربوع فهنا بيقول لي كلمة نوع من قوارض الصحراء يعني أساسا كلمة رودنس أو اللي هي القوارض هذا من أمثلاتها في عندي اللي هو الجيربوع اللي هو معي اللي هو اليربوع وفي عندي الرات اللي هو الفار وفي حاجة اسمها سكويرل اللي هو السنجاب تمام عادة القوارض بتتميز إنها عندها وان بير اوف تيس اللي هو زوج واحد فقط من الأسنان ان ايتي جو يعني ايين ايتي جو في كل فك يعني وان بير يعني عندها سنتين في الفك العلوي وسنتين في الفك السفلي وتبقى الأسنان حادة جدا تمام وعادة بتكون الديل بتاع القوارض بيبقى الديل طويلة تمام لكن هنا المميزات بتاع الإجيبشن جيربوع على وجه التحديد قال لي ده بيبقى حيوان صغير خالص وز بيكون عنده ايه قال لي الرجلين بتاعته بتبقى أرجل خلفية وبتبقى طويلة طيب دي عشان تساعده في ايه تساعده في الجومبينج اللي هي عملية القبز لانه بيقفز بسرعة كبيرة جدا يبقى هو بيكون عنده أرجل هم معناه خلفية أرجل خلفية طويلة عشان تساعده في عملية الجومبينج الثاني حاجة انه لدانه بالنسبة لجسمه تعتبر كبيرة يعني بيكون عنده اللي هي أذن كبيرة جدا وعنده سمول ايه طبعا احنا هنا فهمنا يمكن الرجلين الكبيرة بسبب انه هو ينط بسرعة والتاني حاجة اكيد عشان يسمع ايه اللي هي البرديتور او المفترس اللي جاي انقض عليه زي ما احنا شايفين ده شكل الجربوة او اليربوع هنبص على الرجلين بتاعته هنلاقيها بتبقى طويلة زي ما انتم شايفين وكمان ودانه بالنسبة لجسمه برده تعتبر كبيرة وعنده اللي هي سمول ايه وتعالوا دلوقتي نعرف ازاي كل جزء في جسم اللي يربوع بيساعده بالعملية تجنب الخطرة فهنا بيقول لي اول حاجة بيقول لي اللي هو عنده أرجل خلفية طويلة طيب ليه قال لي عشان تساعده في انه هو يعمل جنب او قفز ليه اللي هي مسافيات طويلة تاني حاجة اللي بيقول لي اللي هي الارجل بتاعته والاصابع بيكون فيها نخلي بالنا من المعلومة دي قوي اللي هي الرجلين بتاعته من هنا كده بيكون فيها شعر طيب ليه قال لي عشان الشعر ده يقدر يعمل او انه هو يقدر يشيل رجله اللي هي بعض الرمل او التراب وهو بايه بيقفز تبديه هتفيده في ايه ما اتخيل كده هو بيقفز من على الارض خد شوية ساند في رجله فلما ينزلوا على عين البريديتور او اللي هو العين بتاعه اللي هو المفترس بتاعه اكيد هيخله مش يشوف كأنك جبت شوية تراب وحدفتهم في عين حد اكيد طبعا مش هشوف فالرجلين بتاعته والاصابع بيكون فيها شعر وده بيساعده ان هو يطلع فيها شوية رمل وهو بيقفز فما يقدر يرشل مع الفريسة المفترس فما يشوفوش ويشتت الرؤية بتاعته او يقلل الرؤية بتاعته عشان يلحق يهرب منه تالت حاجة بيقول لي ايت هابس هابس زي كلمة جامب معناها ان هو بيقفز ان زيجزاج باف اللي هي في مسارات زيجزاج اللي هي بتبقى عاملة كده تمام بحيث ان هو ايه ان هو يقدر يمشي بسرعة او ان هو يهرب سريعا من الخطر اللي عليه تمام عشان يبقى يعني صعب ان يحصل كنترول عليه بعد كده بيقول لي اللي هو دانه بتبقى كبيرة قال لي لان بتاعته هو السنيك المفترس بتاعه هو التعبان فيقدر يسمعه حتى لو هم صغيرين يعني حتى لو التعبين دي اللي هي تعتبر لسه صغيرة او مش باين لها صوت قوي فالودان بتاعته بتقدر تجمع الاصوات وتسمعها بشكل واضح السؤال هنا بعد معرفنا بتاع كل جزء من جسمه ازاي بقى الاجزاء بتاع جسمه دي بتشتغل مع بعضها عشان تنفذ عملية الهروب من الخطر اللي عليه اللي هو بيتمثل يتمثل في اللسنين هنا بيقول لي كيف تعمل كل اجزاء جسم اليربوه هنا بيقول لي يعني الموضوع بيبدأ منين من الازن بتاعته يعني بيفصر او بيترجم ذا ميسج اللي هي الرسالة بيفصرها ازاي بيعرفوا ان ده خطر هو ربنا خلقوا بالفطرة ان العدو الطبيعي بتاعه او الناتشرال انمي بتاعه بيتمثل في اللسنين فهو المخ بيعرف كده بيترجم له الرسالة دي بيترجم بيجاوب او بيبدأ فيه رد تفعل بياليرتنج بياليرتنج عن طريق تنبيه ينبه من اللجز اذا شاهدوا هؤلاء سلمت الاشارة للبراين عن طريق النيرفز والبراين هترجع الاشارة من النيرفز من اللجز اللي بقى فهنا القبز القوي بتاعه اللي هي بتاع رجله بيجاوب ماشي يبقى هو الموضوع بيبتدي من اللجز اللجز بيتمشي الرسالة في النيرفز اللي هي الاعصال بتوصل للبراين اللجز يعمل ترانسليشن ويعرف ان ده خطر فيرجع اللي هي الريسبوند او الاستجابة في النيرفز للليجز فالليجز تبدأ تعمل اللي هي فبعد كده اللي هو يقدر يمشي بزجزاج باس وبيقدر يهرب من الفريسة بتاعته كل ده اللي هي بتعتبر من مكونات النيرفز سيستم او اللي هو الجهاز العصبي وان هو بيعمل تنسيق ما بين كل اجزاء الجسم عشان يؤدي الوظيفة معينة وهي هنا وظيفة الهروب تب تفتكري يا ولاد مثلا اللي حصل ده كله بياخد دقيقة ولا دقتين ولا ثلاث دقائق طبعا دقيقة او اثنين او ثلاثة ده معنا خلاص ان الجرب واضية تبتاكل خلاص ده الحاجات دي كلها بتحصل يا ولاد في ثانية او اقل من ثانية زي ما احنا حسنا حد يجي ايه يخبطنا في عينها كده فبنبعد وشنا كل ده بيحصل ايه هو الرسالة راحت من السنسور الريسابتور اللي في عينينا راحت للبراين فالبراين رد وقال لنا ايه نحنا ده يبعد وشنا كل ده اسمه اللي هو زمن رد الفعل يعني في فعل حصل عليك ان في حد ايه يخبطك في عينك فالرد الفعل بتاعك ان انت بعد توشك عشان عينك لا تتقذاش بالضبط في الجرب واضية فهنا بيقول لي الجرب واضية عملية اللي هي الاستجابة بتاع الجرب واضية تحصل في اقل من ثانية والزمن ده اسمه اللي هو ري اكشن تايم ففي هنا معنا مهم جدا الري اكشن تايم قالت تايم تايم في عين الشي فينا حرف ان ازبطه ده الزمن اللي بياخده جسم الكائن ده عشان يستجيب اللي هو المؤسرات اللي حالي فالجهاز العصبي كل ما كان سليم وشغل كويس كل ما كان رد الفعل ده بيحصل اسرع وما فيش اي مشكلة فيه تمام شباب يبقى احنا هنا كده فهمنا النهاردة تطبيق اخر ان زي الجهاز العصبي بتاع كائنات الحياة بيساعدهم ان هم يتجنبوا اللي هو الاخطار وازاي اللي هو بينسق ما بين كل اعضاء الجسم عشان تقوم بالعملية دي تمنا ان شاء الله بكونوا استفدتم من الفيديو هو موضوع سهل ووسيط وبيثبت فكرة اللي هو بتركيب الجهاز العصبي ودوره في الجسم واتمنى ان شاء الله دعوة الالتقائكم مشاركة في القناة والاستفادة منها واخيرا اسألكم الدعاء الوالدي والجميع الموتى المسلمين والرحمة والاخرى شكرا اليكم وكان معكم مستر عبر مدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته